الدايلاما اللي كنا داخلين فيها والتعارض ما بين مشاركة لعابة الاهلي مع منتخب مصر وهي أساسية وهي حتمية وهي أمر مفيش مفر منه لأنه بالتأكيد تمثيل المنتخب المصري شرف لأي لعب وشرف لأي نادي أنه لعابة وتلبس لشرة المنتخب المصري في بطولة مهمة زي تي لكن في نفس الوقت كان فيه علامة استفهام كبيرة جدا لأنه كان فيه استحالة استحالة أنه الاهلي يلعب في بطولة كاس العالم الأندية بدون تقريبا اتنشر لعب دولي خليني أقول لحضراتكم أنه عندنا كلام أو يعني بعض الأخبار اللي تسربت نتيجة تأجيل افتتاح الملعب الأولمبي في الكاميرون وده الملعب المفروض أنه كان هيصديف حفلة الافتتاح والمباراة الافتتاحية من بطولة واحد نقطة رقم واحد الملعب ده كان مفترض أنه يتم افتتاحه في بدايات شهر نوفمبر ولم تتم عملية الافتتاح وبناء عليها الكاف قرر أنه إذا لم يتم افتتاح الملعب ده اللي تأجل افتتاحه من نوفمبر للتلاتة ديسمبر إذا لم يتم افتتاحه في ديسمبر هيكون فيه إجراءات تانية ومفاوضات مع اللجنة المنظمة البطولة ينتج عنها إيه محدش عارف لأنه لغاية دلوقتي الكاف ما حصلش أي تواصل أو لم يتم الإعلان بشكل رسمي لكن اللي أقوله حضراتكم أنه تلاتة ديسمبر تم الإعلان أنه الكاميرون غير جاهزة لافتتاح الملعب الرئيسي أو الملعب الأوليمبي وبالتالي تم تأجيل عملية الافتتاح مرة تانية وده إلى حد كبير جدا ممكن يهدد إقامة البطولة في معادها الأيام اللي جاية ممكن تحمل تفاصيل كتيرة جدا وخصوصا طبعا أنه مش بس الأهلي اللي يمكن كان عنده الإشكالية دي لكن كمان عدد كبير جدا من الدول الأوروبية وخصوصا مع تطور موضوع الفيروس كورونا والتحول الجديد اللي حصل فيه عندها تخوفات كبيرة جدا من أنها تسيب لعبين الأفرقى المحترفين عشان يجوا يشاركوا فيه بطولة كاس الأمم الإفريقية طيب خليني أبرك لمنتخب مصر الهدف التاني لأحرزه أحمد سيد زيزو والاتنين الحقيقة كانوا يستحقوا رفعت وزيزو أن هما يكونوا موجودين مع المنتخب من بداية كاس العرب خليني أسمع رأيكم في تقييمكم لتاني جوالات البطولة